متابعي قناة كل يوم موقع جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يارب تكونوا بخير وفي أحسن حال معرفش الفترة دي أنا حاسة إن الفيديوهات مش بتوصل للمتابعين فاريد تقولولي في التعليقات هل الفيديوهات بتوصل لكم ولا إنتوا بدأتوا تملوا من نوعية الفيديوهات اللي إحنا بنقدمها أنا بحاول أنوع قدر الإمكان على القناة وإن شاء الله الفترة الجاي حاول أركز أكتر على الأدوات وحاول أركز أكتر على التطبيقات اللي ممكن تفيدك وتطلع منها شغل عملي بحاول أركز قدر المستطع على الخطة المجانية ولكن هرجع أقولك استحالة تلاقي كل حاجة مجانية تماما صعب صعب أن أنت تلاقي كل حاجة بشكل مجاني خصوصا لو أنت عايز تطلع شغل محترف صعب أن الأدوات المجانية تقدم لك هذا الشغل من وجهة نظري ولكن ممكن بشوية مجهود تطلع شغل مش بطار أنا بحاول أيضا أن أنا أتناول المجاني وركز على الحاجة اللي ممكن تستفيد منها وكمان لازم نعرض المدفوع علشان يبقى قدامك الخيارين لربما في وقت من الأوقات تحتاج المدفوع نرجع بقى مرة تانية لموضوع فيديو النهاردة وفيديو النهاردة عن ميزة هي مش ميزة جديدة موجودة في cloud.ai ولكنها كانت من قبل ولكن تم تطويرها وتحديثها دلوقتي لو أنت ما بتعرفش تكتب أي كود وما عندكش أي خلفية تماما وهنا بقى المراضي أنا بقول لك ما عندكش أي خلفية تماما تقدر تستخدم النهاردة الميزة اللي موجودة داخل cloud.ai عشان تعمل التطبيق اللي أنت عايزه فقط بكتابة الأمر وزي ما بقول لك كده فقط بكتابة الأمر الموضوع ده هنعمله إزاي أولا يكون لك حساب على cloud.ai وهنستخدم النهاردة cloud.ai ده أحدث نهموزك داخل cloud وأيضا لازم تكون عارف ان احنا هنستخدم الخطة المجانية والميزة دي موجودة الحمد لله في الخطة المجانية ولكن زي ما قلت لك الخطة المجانية في cloud limited أكتر يمكن من أي نموذج آخر ولكن لو أنت ركزت على الأمر وجبت أمر مظبوط هتعمل بيه الشغل بتاعك هتقدر تطلع شغلة حلوة قوي من الارتيفاكت نصيحة في الأول هقول لك الأوامر تجيبها منين جيبها من شات جي بيتي استغل شات جي بيتي الخطة المجانية وما تضيعش منك المحاولات يعني ما تروحش لcloud تقوله اديني التكست برومت أو الأمر استخدم شات جي بيتي واستفيد بقى من حوالي 3 أو 4 مرات في اليوم استخدم فيهم الارتيفاكت عشان تعمل الابليكيشنز اللي أنت عايزها تعالى نبص الأول نشوف الارتيفاكت دي موجودة فين هنا لو أنت رحت على حسابك على cloud هتلاقي الارتيفاكت موجودة هنا هندوس عليها هنبص نلاقي أن هنا في مجموعة من الارتيفاكت كإنسبايريشن يعني الناس مشاركيها كده مع الكميونيتي علشان يعني ممكن أنها تقول لك إلهام مثلا لو أنت عايز تعمل تطبيقات مشابهة للتطبيقات الموجودة ماي ارتيفاكت دا اللي أنت بتعملها أي ارتيفاكت هتعمله أو أي تطبيق هتعمله أي أن كان نوعه هيكون موجود عندك في ماي ارتيفاكت والجميل بقى والحاجة اللي أنا بعتبرها ممتازة جدا أنت تقدر تعمل publish للأبليكيشن وتستضيفه على كل عدفة أنت مش محتاج أصلا استضافة ومش محتاج معرفة باستضافة إطلاقا تعال نشوف الموضوع دا هنعمله إزاي مع بعض ولكن تعالي أوريك بعض الأبليكيشن اللي أنا عملتها من خلال هذه الميزة الرائعة هنا أنا طلبت منه أنه هو يعمل لي بريزنتيشن له يعمل لي بريزنتيشن بروفشنال البرزنتيشن دي تخدم فيها clean modern design فيها visuals فيها headings فيها الحاجات دي كلها طب أنا جبتي منين دا جبته من شاة جي بيتي رحت قلت لشاة جي بيتي أنا عايزة text prompt أمر نصي أعمل بي بريزنتيشن كويس أم هو عطاني القالب اللي أنا هبتدي أن أنا أستخدمه وعمل بيه البرزنتيشن وحبتدي بعد كده أكتب النص زي ما أنتوا شايفين اللي أنا عايزة أعمل منه البرزنتيشن ودوس enter بعد ما دست enter وليه بيديني الكلام دا عشان لو أنا عايزة أي تعديل أقوله قبل ما يعمل أي حاجة يبتدي أعملي التعديل اللي أنا عايزة طب نفترض أن أنا خلاص أنا مبسوطة باللي هو عطاهولي هبتدي أقوله تمام ابتدي أعمل حيبتدي يكتب لي الكود خد بالك هو بيكتب كود يعني الكلام دا عبارة عن كود ولكن هي بريزنتيشن تقدر تشاركها مع الآخرين أشاركها معه مع الآخرين زي زي ما إحنا شايفين هذه البرزنتيشن غالي باللغة الإنجليزية تكون واخد بالك أيضا أن أنت تختار اللغة اللي أنت عايز بيها البرزنتيشن هبتدي أن أنا أعمل وحبتدي أعمل كده أي حد في الكوميونيتي أو على الويب يقدر يشوف باللينك دا أنت بتاخد اللينك وتشاركه مع أي حد نفترض ما عندكش وقت وعايز تعمل بريزنتيشن بسرعة فتقدر تعمل بريزنتيشن بهذه الطريقة وإدي البرزنتيشن أي موجودة أي حد باللينك تعال نبص كده على حاجة من الحاجات وحنعمل بقى مع بعض في الآخر إجزامبل وريك خطوة بخطوة حنعمل إيه حبتدي أروح معيك مرة تانية نشوف مثلا هنا أنا قلت له إيه هنا أنا أطلبت منه إن هو يديني كويز كويز دا يكون لأطفال في سن معين ويكون محتوي على 20 سؤال وعطيته كمان الأسئلة أنت ممكن تخليه هو يكتب لك الأسئلة أنا جبت الكلام دا من شات جي بيتي قلت لشي بيتي كده أعمل لي كويز كويز دا يكون لأطفال مثلا أقل من 10 سنين عايزة أختبرهم في الساينز بشكل عام يعني معرفتهم بالساينز والعلوم فعطاني 20 سؤال والطولهم مش عايزة أقل من 20 سؤال أعطاني 20 سؤال خدت إلى 20 سؤال دول طبعا تأتخذهم وترجحهم أكيد يعني وعد كده ابتديت إن أنا رحت لكلود وبعد كده ابتديت إن أنا أقول له اعمل لي الكويز دا حتدي أشوف معاكم دلوقتي أو نشوف مع بعض دلوقتي الكويز بتاعنا اللي هو عمله أهو حدوث عليه بصوا الجميل بقى هنا أدي الكويز وكمان بقى في صوت وده الجميل فيه لو أنت دصت على الصوت معرفش صوت يعني دلوقتي يبين معك ولا لأ هنا مثلا هنا مثلا أنا قلت له مش عايزة الصوت عشان الصوت الصراح عمل دوشة جمدة جدا فأنا وقفت الصوت فهنا مثلا فمسلا هقول هارت بيبين إن أنت جاوبت عالسؤال حيبقى الأكسجين ونكست ويبتدوا ينتقلوا من سؤال لسؤال زي ما احنا شايفينه وبيبيني إن الإجابة إجابة صحيحة وحيبيني إن الإجابة إجابة خاطئة ده مثلا كواز تم عمله بسطة الأرتيفاكت تعال نشوف مع بعض مثال آخر حنعمله بأمس من فروم سكرتش من الأول خالص خالص حتدي يدوس على الأرتيفاكت وحتدي يقول نيو أرتيفاكت وهنا بيقول لك يا ترى إنت عايز أبساة ويبسايت دوكيمنت ويبسايت جيمز برودكتيفتي طول زي ما الشرط يكون أبساة على فكرة ويبسايت ممكن يكون دوكيمنت ممكن يكون تيمبلت ممكن يكون لعبة ممكن يكون كرياتف بروجيكت ممكن يكون سيرفي ممكن يكون برودكتيفتي طول أنا هنا حبتدي أقول له أبس ويبسايت بعد كده حيبتدي أقول لي جريت شايس إنت عايزة أبس what kind of app بيساعدني عشان أقول له إيه هو نوع الأب الأب دو دو يعمل إيه بالزبط بيساعد البيبو الفئي with your main users من اللي حيبقى المستخدم أنا حبتدي أروح تاني شايس جيبتي أجيب الأمر هنا حبتدي أحط الأمر بتاعي باللغة العربية قلت له أنت مطور وجهات أمامية وخلفية محترف إنشئ تطبيق ويب خفيف يحسب الوزن المثالي بالكيلو جرام واستخدم اللغة العربية HTMLCS جابسكريبت ده اللغة اللي حيستخدمها وإيه المطلوب منه بالضبط وحبتدي إن أنا أدوس جبت الأمر أيضا من شايس جيبتي قلت له قديني أمر نصي لإنشاء تطبيق بسيط لحساب الوزن واستخدم بعض الوزن حبتدي أدوس Enter ونشوف مع بعض حيعمل إيه هنا حيقول لي خطة التطبيق الوجهة الأمامية حيكون عنوان رئيس جذب احسب وزنك المثالي نموذج إدخال بحقول حتدخل في وزنك طولك أنت يعني ميل ولا في ميل عدات بصري ملون يظهر حالة الوزن الوظائف بتاعته هيعمل إيه بالضبط والتقنيات اللي حيستخدمها هقول له قم بإنشاء التطبيق أنا موافقة كمل حينئني على طول الارتفاكت هيبتدي كود التطبيق زي ما احنا شايفين يكتب هو الكود وإنت اللي عليك إن انت تستنى بقى لحد ما يخلص الكود فعلا تقدر تقول إن انت مش محتاج إن انت تعرف برمجة نهائي في إنتج هذا النوع من التطبيقات ولولي أي ملحوظة حتدي هنا فيه أشياء تقول له بالضبط أنا عايزة إيه يعني أي حاجة أنت عايزة هتعدلها هنا اطلب منه الحاجة اللي أنت عايزة هتعدلها خلص وإحنا بنتكلم هنا حتدي أدخل مثلا الطول بالسنتيمتر نفترض 160 هنا اختار النوع مثلا الوزن الحالي مثلا يعني أي حاجة احسب الان من المفترض أنه هو يحسب لي الوزن المثالي هقول له لا يعمل طيب تمام مفروض كده هو عدل هروح كده تاني أقول له مثلا 165 65 أحسب الان هنا حللي المشكلة هنا الوزن المثالي 52.7 النطاق الصحي اللي تكون عليه من 74.4 حتى 150 طيب النطاق الصحي وزنك الحالي وزن أعلى من المثالي تعال نجرب بقى نحن نعمله publish هنا مثلا 180 مثلا الطول ذكر مثلا 90 احسب الان الطول بالسنتيمتر اه دي النتائج الوزن المثالي والنطاق الصحي ووزنك الحالي 90 كيلو جرام انت كده وزن أعلى من المثالي و اه دي التطبيق زي ما احنا شايفين ميد ويس كولود موجود على استطافة كولود طول ما انت عاملله ببلش هتقدر تشاركه مع اي حد تمنى تكونوا استفدتم من فيديو النهاردة على قناة كل يوم موقع جديد بحاول اقدم لكم كل جديد ومفيد فاريت ما تبخلوش علينا باللايك والشير والكممنت لو كنتم متابعين الاعزاء ولو كنتم بتشوفنا اول مرة ما تنساش تعمل سبسكرايب لقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد دومتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته